تعديل حكومي جزئي أجراه الرئيس بتفليق الخميس ويتعلق بثلاث وزارات هي التجارة والفلاحة وكذا الشباب والرياضة وإذا كان تغيير رأس وزارتي الفلاحة والشباب والرياضة ضمن القرارات المنتظرة نظرا لعدة معطيات متعلقة بالوضعية التي تعيش هاتين الوزارتين منذ آخر تعديل وزاري شهر ماي الماضي على غرار وزارة الشباب والرياضة التي يعاني وزيرها عبدالقادر خمري من متاعب صحية فيما عاد عبدالقادر قاضي إلى منصب وال لولاية تيبازا لكن إنهاء مهام عمارة بن يونس من على رأس وزارة التجارة كان أبرز تغيير استوقف الجزائريين وهو الذي جاء بعد سلسلة من القرارات التي أثارت الرأي العام في المدة الأخيرة على غرار قانون الترخيص باستراد وبيع الخمور الذي اعتبره الجزائريون قرارا مستفزا وإذا كان الوزير الأول عبدالملك سلال أنذاك أنهى الجدل بخصوص تعليمة ترخيص بيع الخمور بتجميدها إلا أن الجدل والنقاش والانتقادات ظلت تلاحق شخص بن يونس من خلال تعرضه لحملة شرسة عبر مباقع التواصل الاجتماعي وأجمع قطاع واسع من الجزائريين على تثمين قرار إنهاء مهام الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية من على رأس وزارة التجارة وهو الذي ميزت عهدته جملة قرارات أثارت حفيظة الجزائرية كمشروع قانون التجارة الخارجية وكذا طريقة التوظيف على مستوى وزارة التجارة والتعيينات التي باشرها ضمن حملة واسعة لاستبدال إطارات الوزارة بمقربين منه إضافة إلى ما تعلق برفع إجبارية تعريب ما تعلق بالمواد المستوردة من الخارج وهو الإجراء الذي كان معتمداً في وقت سابق قبل أن يتم إلغاؤه في عهد بن يونس إذن عهدة بن يونس في وزارة التجارة على قصرها إلا أنها كانت مثاراً للجدل والتساؤل والسخط في أحيان كثيرة انتهت بإنهاء مهامه واستخلافه بالوزير السابق بختي بالعيب اشتركوا في القناة